السلام عليكم احبتي اليوم ان شاء الله رح اقدم لكم فيديو مميز وخاص وحصري عن برنامج الذكاء العقلي وهو برنامج الحساب الدهني ثروبان وله عدة مسميات ومنها الاباكوس والمعداد الياباني وهو من الثقافة اليابانية ومتقن الحساب بالثروبان بيقدرين جزء عمليات حسابية كبيرة وفي ثواني معدودة وهذا البرنامج بيشمل على العديد من الاساليب المفيدة اللي يتنمي القدرات العقلية وبتحدث تطورا شامل للعقل وبتفاعل الجزء الخامل منه بالتالي راح يأثر على نتائج التلميذ في جميع المواد وقبل ما بدي اتعمق بشرح فوائد السروبان بدي اعرض لكم هالشيه وهو عبارة عن نموذج بسيط بيشرح فكرة واهداف السروبان فهيا لننظر سويا ونتأمل الصورة التالية هذه الصورة تمثل المعرفة فشو يعني المعرفة المعرفة هي الادراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد او بطريقة اكتساب المعلومات بمعنى اخر ان الكتب المدرسية بتشمل على عدة معارف فكون ان الطفل اتقن وحفظ هاي المعارف فبهيك بيكون انجز المرحلة الاولى فقط من التعليم طيب لنشوف النموذج الثاني الان تطورت الصورة واصبحت تمثل خبرة طيب شو يعني خبرة؟ الخبرة هي المعرفة بمخازن الامور وهي مرحلة متطورة من المعرفة والان بنلاحظ ان المناهج ما بتهتم بسرد فقط معارف بيكتسبها الطفل لا بل بعدت انجزة تطبيقية حتى يصل للمرحلة الثانية من التطور العقلي والذهني والادراكي لكن الان بيوجد عنا مرحلة اعلى من هيك فخلينا نشوفها مع بعض الابداع شو يعني الابداع؟ الابداع هي اعادة تقديم المعرفة او الشيء القديم بصورة جديدة والقدرة على تكوين وانشاء شيء جديد واستعمال الخيال لتطوير وتكيف المعارف طيب بتعتقدوا هيك بنكون خلصنا لما وصلنا لمرحلة الابداع؟ طبعا لا شوفوا معي السورة الاخيرة اها الحكمة فما هي الحكمة؟ الحكمة هي مزيج من المعرفة والخبرة والفهم العميق والذكاء والابداع للوصول لمرحلة شمولية لكل الخبرات الانسانية البمر فيها الطالب وبهيك بيقدر الطالب يحقق توازن ما بين الذات والعلاقات الشخصية والتكيف مع البيئة المحيطة اذا اعتقد ان الفكرة الان اصبحت واضحة واللي بتعتقد ان ابنها حفظ المنهج هو بهيك حصل فقط على معلومات عالية وتقدير عالي يعني وصل للمرحلة الاولى فقط من المعرفة والان احنا مناهجنا ابتهدت لتحقيق مراحل اعلى ولهذا السبب يلي بتهتم وحريصة على تنمية قدرات ابنها فهي قادرة انها توصله لمرحلة اكساب الخبرة وانحنا الان بدنا نعمل على مساعدتها وارشاد ابنائنا للوصول لمرحلة الابداع والحكمة ولذلك برنامج الذكاء الذهني ثروبان من احد الاساليب والطرق اللي بتعمل على تحقيق هاي الاهداف ولاني انا ما بدي ابني يكون حافظ معارف لا انا بدي اياه وساعده لكساب مهارات عليا يستطيع من خلالها تحقيق ذاته وشق حياته بكل جوانبها فالان هي معا للتشجيل ببرنامج علم السروبان للحساب الذهني وتنمية الذكاء والمهارات ولتعلم السروبان فوائد كبيرة على المدى القصير والبعيد فمن فوائد السروبان ينمي القدرة على الحساب الذهني السريع هذا اول شيء ثاني شيء يؤدي الى زيادة الذكاء ثالث شيء بنمي وبنشط وبقوة الذاكرة رابع شيء بنمي مهارات الادراك والفهم خامس شيء بنمي الطاقة الابداعية والمهارات الحياتية والتخيلية والتحليلية سادس شيء بنمي في الطفل ملكات الصبر والتركيز والقدرة على التحمل سابع شيء بيجعل المتعلم بيدرك معنى الارقام ادراكا حسيا عن طريق كير من خلال لمس ورؤية وتمثيل الاعداد على السروبان سابع شيء بيقرأ وبيمثل اعداد كبيرة وبكل سهولة وكمان بنمي استخدام الفصل الايمن من الدماغ بشكل هائل واخر شيء واهم نقطة بتعتبر عند الطفل خاصة واللي هي بتعزز الثقة بالنفس عن طريق توالي انجاز العمليات الحسابية وبهيك بكون وضحت لكم وشرحت لكم شو هو السروبان وشو هي اهدافه وفوائده كانت معكم الخاصية التربوية والنفسية ومدربة السروبان فلسطين اسبيتان واي استفسار او توضيحات اتركوها اننا بالتعليقات على صفحتنا صفحة خطوة للامام تابعونا بكل ما هو حصري وجديد لصالح ابنائنا اشتركوا في القناة